مرض جديد بينضم لقائمة الأمراض اللي بيسببها التدخين وهو الخرف أو فقدان الزاكرة بعضنا ممكن ما بيكونش واخد باله إن حالة النسيان اللحظية اللي بتحصله لما يطلع الموبايل ويقعد يفكر هو كان عايز يكلم مين أو يقوفه في وسط الطريق علشان يفتكر المكان اللي هو عايز يروحه وغيرها كتير من المواقف ممكن تكون بسبب التدخين اللي الاستمرار فيه حيصيبه بمرض خطير علاجه بيحتاج لوقت طويل تعالوا نعرف إيه هي علاقة التدخين بالخرف وإيه هي مراحله وتطوراته من ضفيتنا اللي منورانا في الاستوديو الدكتورة ريهام الإمام أخصائية الطب النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أهلا بيك يا دكتورة ومشرفانا في برنامج الحكيم في بيتي مرسي يا أنا لتشرفت إيه هو الخرف؟ هو بالإنجلش اسمه ديمانشيا الخرف إيه هو؟ تمام؟ هو فعلا بالإنجلش اسمه ديمانشيا هو مرض عبارة عن تدهور في الوظائف المعرفية تمام؟ للإنسان الوظائف المعرفية دي أنواعها كتير أهمها واللي بتأثر وبتبين في الأول في المرض ده أو في أغلب أنواعه هي طبعا الذاكرة إن أنا أبتدي الذاكرة بتاعتي تتأثر تمام؟ معي أعراض تانية أكيد زي إن أنا أبتدي يبقى سلوكي عنيف شوية ردود أفعالي تحفزية يعني معظم أنواع الديمانشيا أو الخرف بتظهر معروف لكل ناس في سن أكبر يعني الناس دائما متدولين ده كبر في السن الكبير بالضبط فبتظهر بس الحقيقة إنه في منها أنواع بيظهر في سن بدري شوية لكن أكتر نوع معروف هو الزهايمر كل ناس حفظه ده جاله زهايمر لما حد ينسى نهضر وقول إيه ده أنت عندك زهايمر ولا إيه أنا عندي زهايمر أو كلنا كلنا عندنا زهايمر بالضبط الزهايمر أو الزهايمر هو الأب الكبير بالنسبة للمجموعة الأمراض دي لأن ده اللي بيظهر فيه يعني الأكستريم تعلق إيج في السن الكبير السن الكبير بالضبط تمام؟ بعد كده فيه أنواع تانية من الخرف نتيجة لتغيرات حصلت في الأوعية الدموية نتيجة تغيرات حصلت في مراكز أخرى في المخ لكن كلها بتتسم بأن فيه تدهور في الوظائف المعرفية اللي أهمها الذاكرة طيب هو التدخين ممكن يكون زي ما احنا عارفين كلنا التدخين ديه مضاعفات كتير قوي ممكن يكون من مضاعفاته الخرف طيب أنا هبدأ كلامي بالأرقام تمام؟ كويس الحقيقة أنه فيه مراجعات منهجية كتير قالت أنه الناس المدخنين الأشخاص المدخنين بيبقوا عرضة أنه يصيبوا يصابوا بالخرف بالنسبة أكبر من غير المدخنين من 20-30% يعني الخطورة بتزيد من 20-30% يعني لو حقيقة مدخن وأنا غير مدخنة فحقيقة عرضة أكتر بعد شرعليك لكده بنسبة أكبر من 20-30% مني يعني عشان تبقى وصلت للناس يعني كلنا معرضين بس المدخن أكتر من 20-30% تمام؟ ده أورق الرقم التاني أنه على مستوى العالم 14% من الحالات اللي أصيبت قراردي بالخرف تمام؟ قد يكون ده أوليه علاقة بشكل كبير بالتدخين وليه قد مش أكيد؟ لأنه الحقيقة أن الخرف ليه أعوامل خطورة كتير من ضمنها وأهمها التدخين تمام؟ عشان كده قالوا قد بس الحقيقة أنه يقول ليها دور ليها دور كبير ما هو بدام الموضوع بيبدأ من الشرايين والتصلب ومشاكل الشرايين لو عاية دموية أكيد في مشاكل كديرة بتسبب القصة دي لكن طبعا التدخين هو العامل اللي احنا بنقول عليه العامل الرئيسي بما أنه في ناس كثير أو مدخنين يعني إحنا كنا حد ضيف قال لنا قبل كده أن حوالي 40% من الشعب المصري 40% من الرجال المصريين لصبت و20% ل23% من السكان طيب إزاي التدخين بيكون سبب في موضوع الخرف؟ تمام إحنا عندنا جزئيتين هبتدي بالجزئية الأسعة شوية أو اللي هي الغير مباشرة بمعنى أنا دلوقتي أنا كمدخن بيبتدي وأكيد دي ذقرت في حلقات كتير أنه بيحصل لتصلف الشرايين بيحصل لتغيرات في الأوعية الدموية نتيجة أن السجارة دي مش نوكوتين بس السجارة دي فيها مواد سامة تانية كتير قوي المواد دي بتترسل بشكل أو بآخر بيحصل تفاعلات فبتؤثر في الأوعية الدموية طيب هوصل لإيه؟ هوصل لأمراض قلبية وأمراض أوعية دموية دي في حد ذاتها بتؤدي إلى إيه؟ أن الدم الواصل لمراكز المخ بيقل أنا ليس عايش ووصل دم بس بكفاءة أقل وبنسبة أكسجين أقل يعني ده يعني طب نعمل إيه دكتور؟ ده أورادي ده نتيجة التفاعل لحد دلوقتي لازم ننصح الناس بإيه ده حاجة يعني أصلاحنا بنتكلم دلوقتي عن المخ بالضبط أهم فهو الموضوع مش بس موضوع خرف ده هيبقى فيه مشاكل تانية كتير هو الحقيقة لو هنتكلم على جزئية الخرف الناس تبقى فهمة إيه الرابطة اللي أنا قلتها دي بيه مرض الخرف الفكرة أنه لما يقل الأكسجين في وصوله ليه خلايا المخ بتبتدي بيحصل عندنا في عضونا المخ أن الخلايا ما بتتجددش الخلايا اللي بتموت ما بتتجددش بشكل أو بعدد كيفي أن أنا أقدر أقوم بوظائفي المعرفية ده اللي بنقول عليه الفاسكولار دمانشي يعني الناس اللي تعرضت للجلطات اللي أهم عام الخطورة فيها التدخين أو حصل ديء في الأوعية الدموية فأنا ما بيوصل ليش الدم بشكل كافي لمراكز المخ فساعة هي ما بتشتغلش بشكل جيد وبيحصلش تجدد للخلايا فبقى أصاب بالخرف فدي كانت من مضاعفاتها بالضبط يعني هي مضاعفات لمضاعفات التدخين ده رقم واحد الغير مباشر في شكل تاني من المضاعفات بس بشكل مباشر نفس المواد اللي في السجارة اللي هي غير النكوتين تمام هي بتعمل حاجة مصطلح احنا عارفينه اسمه يعني المواد دي بتعمل في الجسم بشكل أو بآخر بنسميه يعني رد فاعل التهابي برضو في الأوعية الدموية وفي الخلايا اللي هي خلايا المخ تمام بتؤدي أن الخلايا دي هتبتدي تموت بدري وهتبتدي نية ما تتجددش بشكل صح أو بالعدد أو بالريت أو بالمعدل المناسب إن أنا أقوم بوظيف المعرفية وهو ده اللي بيحصل في الخرف حتى لو ما كانتش بسبب التدخين إن الخلايا ما بتتجددش بشكل صح بس أنا لما بدخن أنا بعجل يعني لو أنا كان فيه احتمال إن أنا ما أصابش بالخرف فأنا كون إن أنا مدخن وعلى مدى حياتي كلها في الأخير بسرع بالوصول إلى هذا الموضوع أو ممكن أخلي يجي وما كانتش هيجي مش بس بسرع كمان طيب التدخين السلبي ممكن يكون ليه أثر برضو لأن إحنا التدخين السلبي ده أحد الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها برضو كتير دلوقتي وإحنا بننصح الناس كلها أنها تتجنبوا على قد ما تقدر على الرغم إن اللي قاعد في مكان فيه تدخين ما بيدخنش لكن برضو بيتعرض للدخين وبيتعرض لجزء كبير من المواد اللي ممكن تكون مؤذية بالضبط طيب ده برضو ممكن يكون عرضة لمرض الخرف أنا يعني هتكلف الجزئي دي مع الناس بالمنطق أنا دلوقتي اللي ما بقعد جنب حد وبدخن دخين أو يعني بسموك دخين السجير اللي هو بيطلعه اللي هو كله مبدئيا أول أكسيد الكربون هو إحنا بنخاف منه وبنتراب لما يجي في الجرائد خبر إنه في حد مثلا يتخنى لأنه نسي السخين مفتوح فشم أول أكسيد الكربون فميت مش إنه حصل له حاجة لا ده قد يؤدي إلى الوفاة في ساعتها طيب فما بالك وإنت قاعد جنب حد عمال يطلع هو بياخد أول أكسيد الكربون سوري أول أكسيد الكربون وأنا بشم أول أكسيد الكربون وده مدى منهم في مواد تانية كتير هي عبارة عن كلها تاكسينس سموم أنا بشمها وأنا قاعدة جنب المدخن وأنا غير مدخنة طيب المواد دي هي هي نفس المواد اللي لما دخنتها سببت لي أمراض القلبية والصدرية طيب إلمانها إنه هي كمان هتعدي على المخ وتسبب نفس الكلام والسيكونس اللي احنا لسا قاعدينه من شوية إن الخلايا مشاكل جدد بشكل صحيح إن وظائف المعرفية زي ما هي كنت بتقول أبتدي بقى إيه أنسى الموبايل هتتقلين اللي هو أكتر تركيز كمان قبل الزاكرة أنا أنا حطيت لحاجة ومش فاكر هي فين إن أنا صحي الصبح مش مركز قوي إيه اللي وراي مش عارف أفتكر مبارا دي حاجات بسيطة مش هنقول إنه ده الخرف بس دي الحاجات اليومية اللي ممكن تحصل بالزبط أو بتحصل لي دلوقتي لأ تخيل ده بقى في سن قدام شوية لأ بشكل أكبر يعني مرضى للهرف بنوصل نحن هجعمل يعني أقلي بالطين بمنتهى البساطة أنا ناسي إزاي أكثر البيضة وحطها وأعمل يا فندم ده أكتر من كده يا ما ناس ناسي تركنا العربية فين وقاعدت تدور عليه بالتالي وطول الأربع ساعات لإنها ناسي تركنا فين الحاجات دي حاجات خطيرة أكيد هنعليجها إزاي يا دكتورة تمام أول حاجة إحنا محتاجين نوصل نص نقطة التدخين آه طبعا هو حسب تأسيمات العالمية هو مرض تمام مش مجرد إن أنا عادة سيئة أنا أتعرضها أول عودة هو كان بيتقال عليه الأول إنه عادة سيئة وبعدين دلوقتي إحنا كلنا بنقول عليه إنه هو مرض بالضبط فمرض يبقى إذن محتاج علاج طيب هل في علاج؟ أه الحمد لله في علاج في حين إنه في أمراض تانية خطيرة ما لهاش علاجي بلما تبقى فيها حاجة في إيدي أنا ممكن أتعالج منها هل أقبل عليها ولا أتجنبها؟ أكيد إن أنا أقبل عليها طيب العلاج ده في صورة إيه؟ الحمد لله دلوقتي في عيادات الإقلاع عن التدخين تمام؟ موجودة في مستشفيات الأمل العامل الصحة النفسية في محافظات مختلفة بنتكلم في القاهرة في الإسكندرية في الأليوبية كلها تابعة لوزارة الصحة بالضبط كلها فيها يوم أسبوعي يوم في الأسبوع في عيادة الإقلاع عن التدخين بيبقى فيه متخصصات بيبتدي يتكلم مع العميين اللي جاي يقعد معاين وإحنا عندنا أكتر من طريقة علاج ومش طريقة واحدة يعني إحنا عندنا في المقابلة للتحفيزية الأول بنبتدي معاين لو في حاجة جانبية مسببة يعني أنا مش أقدر أبطل لإني عندي مثلا أو توطر أو مش عارف أتعامل مع حاجات معاناة مع مشاكل الحياة بنبتدي نتكلم في الكلام ده في حاجة اسمها التدخل للوجيز بعد كده فيه أنواع الأدوية باختلافها يعني فيه أكتر من حاجة يعني اللي خايف من أدوية مش شرط على فكرة أنك تاخد دواء خلينا نتكلم الأول على عيادة وزارة الصحة اللي عدري بتتكلم عليها دكتور واحد يوم واحد في الأسبوع بالضبط بيجي له ناس كتير يا دكتورة والله إحنا أول عيادة فتحناها كانت في مستشفى العبا سيلة الصحة نفسي كان في شهر فبراير كان فيه مراحل وصل للمعدل 30 فرد في اليوم بس الحقيقة بعد كده طبعا كان فيه أعياد وكان فيه رمضان الدنيا يعني الريد كان طالع ونازل وطبعا إحنا محتاجين نسوق لفكرة العيدات وأن الناس تسمع وده لأن الناس مش عارفة يعني هو العدد قليل لأن أنا تخيلت العدد أكتر من كده ومفروض طبعا إن شاء الله بس هو واضح أن الناس برضو لسه ما عندهاش العلم بحاجة زي كده إحنا بنحاول نساعد لكن طبعا ده واضح أنه هو مجهود وتركيز من وزارة الصحة أنها تخصص عيادة زي دي لأ حاجة ما كناش نسمع عنها قبل كده تخصص عيادة زي دي مخصوص علشان تساعد الناس أنها مجرد يعني تقلي عن التدخين لأن طبعا المدخنين في منهم ناس كتير مش عايزة تفكر في الموضوع أنها تبطل التدخين مش عايزة أنا يمكن أطع حركة الحالة دي أنا عايزة أقول لناس أنه مش شرط تكون واخد القرار بنسبة 100% يعني لو أنا بدأت أشوف الخسائر وبدأت أشوف أن فيه مشكلة أوكي أبتدي أجا وأسمع أشوف الناس دي بتقول طب هل فعلا الكلام ده أجرب أحاول أقلل وبعدين وصل مع بعض أنه نبطل مش شرط أنه لازم ياخد القرار 100% وهو الوحد ما هو ده لأنا عايزة أقول لحضراتك أنه فيه ناس ببتفكرش خالص بس فيه ناس ممكن الفكرة تكون موجودة فنفسهم بس يلاقوا باب موارب كده يخشوا فيه لو لقوه أنا متأكد أنه هم حيروحوا وحيسألوا وحيبقى فيه نوع من أنواع الألفة بين الناس وبين طريقة العلاج الجديدة فيعني إن شاء الله إحنا من ناحيتنا إحنا بنحاول نوسع الفكرة بتاعت العيادات التدخين ونعرفها لكل الناس وطبعا المجهود يعني مجهود رائع من وزارة صحة إنها تنشر هذا الكم من العيادات في كل حتة أنا عايز أقول لحضراتك إحنا تكلمنا عن التدخين والخرف هل فيه علاج للخرف نفسه؟ الحقيقة هو من التعريف اللي أنا كنت قلت حقيقة في الأول لمرض الخرف إنه هو عبارة عن تدهور في وزارة في المعارفية نتيجة أن الخلايا المخ نفسها بدأت ما تقومش بوزارة طيب مفيش هلاك بشكل إن أنا هرجعها تقوم بدورها زي الأول عشان نبقى وطعين ليه؟ لأنه قرار دي إحنا طول عمرنا خلايانا بتتجدد بمعدل معين طبيعي أن الطفل والمراهق والشاب بيبقى الريت بتاع أو معدل إن الخلايا تتجدد أعلى بكتير من لما أبتدي أعلى في السن فلما أبتدي أجي في مرحلة عمرية أصاب بمرض زي ده فكرة إن الخلايا ترجع تشتغل زي الأول الحقيقة ما بترجعش تشتغل بنفس الكفاءة بس أنا بحاول أقلل تدهور الحالة يعني لو أنا دلوقت أو أثبتها أو أقفها بالضبط معنا أوقف التدهور أقف عند المرحلة اللي أنا فيها بدأت أخد علاج بدأت أخد حاجات تساعدني يعني إن الدنيا ما تتدهورش أكتر من كده لكن أنا أستعيد الوظائف اللي كانت عندي مش كلها الحقيقة بترجع طيب الشق الطب النفسي اللي حضرها كنت بتتكلمي عليه أو الشق النفسي اللي إحنا أشوفناه في العيادات ده جزء مهم وهو ما ممكن يكون أهم من الأدوية نفسها لكن الأدوية هل وزارة صحة بتوفر الأدوية دي للي عايزين يبطلوا تدخين حالياً وإحنا أعين بكلم دلوقتي الدواء اللي لسه ما توفرش في العيادات بس إحنا بصدد أن إحنا بنحاول إن إحنا نوفره بس قبل الأدوية فكرة التدخل الوجيز والمقابلة التحفيزية دي ستبق وخطوة يعني الحقيقة أنا يعني في تجربتي مع المقلعين عن التدخين في ناس كتير ما بتحبسش الدواء وتحبس العلاج السلوكي وتحبس العلاج المعرفي وإنه لا أنا أبطل ما أخدش دواء والحياة هي بيطلع نتائج كويسة جداً مع ناس كتير في ناس تانية لأ عايزة حاجة لو أخد دواء ومعايها برضو العلاج السلوكي المعرفي أنا لو أخدت القرس وروح تعالت مع صحابي اللي هم كلهم قاعدين جنبي بيشرب سجاير لأ أنا ممكن أرجع بيشرب سجاير فدواء مش السح تمام؟ بس في نفس الوقت في نفس الوقت يعني نقدر نقول لهم كفتين لما أمشي بهم هم أكيد هوصل للنتائج أحسن بكتير إحنا في المقدمة قلنا أن يعني بعض الناس بيتحججوا أن ماكناس كلها بتدخن وما شفناش حد جاله خرف فرأي حضرتك إيه في الموضوع ده لأن ده ممكن تكون حجة يعني هو في ناس بيجي لها خرف بس الناس اللي هم المدخنين مش هيسيب كل الأسباب وهيجي يمسك في التدخين هيقول آه أصلا هو كبير في السن آه هو عنده أمراض ده جاله جلطات ده 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 بس الحقيقة واحد قابل في حياته حالات سواء جالها خرف سواء جالها جلطات ما فيش أي عامل خطورة من العواني بتاعة الأمراض ده غير حاجة واحدة بس نهو هيفي سموك نهو مدخن شارع ويمكن كمان في السنين الأخرينية أعلي قوي فكرة جلطات في السن صغير والسن الخرف بقينا نشوفه في سن بقلي سن صغير اه يعني نتكلم بتلاتين واربعين ده سن صغير ببتدينا نشوف الكلام ده وفكرة الخرف النتيجة لأمراض الأوائدة موايبة القلب بنشوفها في سن بدر طب هل ايه لو أنا لو أنا عندي السبب ده أو ما عنديش السبب ده فكرة الأمراض القلبية هيبقى ايه سبب وانا عندي فكرة مدخن وبقالي سنين مدخن شارع فهي الفكرة انا بشوف ايه انا عايز اشوف ايه ممكن يبقى عندي انكار انا مش عايز اشوف انه هو ده السبب فيه اغذية او فيتامينات معينة ممكن تساعد الناس في برحالة الاخلاع عن التدخين هو اهم حاجة التغذية الصحية يعني مش فكرة يعني فيتامينز معينة او فيتامينات معينة هاخدها بس ان اكل يبقى صحي بمعنى انه لانه ناس كتير اساسا بتبعد عن فكرة اقلاع او تخاف منها عشان فكرة ان انا ممكن ادخن لانه مع السجير ومن تأثيرها فكرة فقدان الشهية تمام الحقيقة لو انا عودت نفسي على نظام صحي اللي هو هيفرق معي في اقلاع عن التدخين هيفرق معي في حياتي هيفرق معي في ادائي هيفرق معي في في بقية اجهزة جسمي يعني بقى عود على نفسي عليه من اول وده جزء من العلاج على فكرة طيب الشخص بطل تدخين بس لسه عنده خرف واحنا قلنا ان احنا بنحاول نوقفه لو برضو هل فيه نصيحة لحضرتك النفس النصيحة كده في الغذاء بتاعه او في الاكل بتاعه يتبعه بحيث انها تساعده ان هو شوية يفتكر لان دايما يعني فيه ناس دايما بتتكلم على بعض الاغذية تقولك دي بتقوي الزاكرة وييجوا عند الاطفال في المدارس ويقولهم كله ده علشان تفتكروا كويس ولم تيجوا تمتحنوا وتفتكروا اللي انتوا ذكرتوه كويس يعني هل الحاجات دي فعلا ممكن تساعد الناس اللي عندها خرف انها تسترجع ولو جزء بسيط من الحيوية بتاعت الزاكرة بتاعتهم طيب انا هقسم السؤال ده بس كوزئين بعد إذن حريك الاول انا لو انا مدخن تمام فكرة ان انا لسه ما قصبتش بالخرف وخايف من الاصابة هل انا لو بطلت دلوقتي ده هيمنعني عن ان يجيلي اه يعني انا دلوقتي وانا قاعد لو بطلت دلوقتي تدخين هيقلي نسبة خطورة وده كلام دراسات مش كلامي تمام الحاجة التانية طيب لو انا قصبت واخلينا نقول انه غالبا ده هيبقى في سن كبير شوي هل ساعتها لو بطلت التدخين هيفرق اه هيفرق من التدهور ما يزيتش يعني ان انا حتى لو في وظيف معينة اتأثرت عندي مش هخصر اكتر من كده تمام بالنسبة للتغذية هي الفكرة كلها هنرجع تاني فكرة التغذية الصحية يعني يعني ان انا اكل بشكل متوازن انه ما يبقاش يعني يعني خلينا نتكلف في فكرة الحاجات يعني فيش حاجات معينة لكن في حاجة اسمها اكل متوازن بالضبط ونبطل الاكل اللي هو غير صحي واحنا عارفين طبعا كلنا الاكل ايه هو الغير صحي يعني احنا فاهمين الكلام ده بس الناس عاملة نفسها مش فاخدة بالها الدكتورة ريهامي الامام اخصائية الصحة النفسية والطب النفسي بالامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان احنا بنشكر حضرتك جدا لهذه المعلومات والنصايح القيمة وكمان بنشكر وزارة الصحة للمجودات اللي بتعملها اللي هي حتساعد ناس كتير قوي انهم يتخطوا موضوع وعائق انهم يبطلوا تدخين بسين جدا سيب ايمة الامراض اللي بيسببها التدخين مفتوحة صحتك بتتدمر وحياتك بتنهار علشان ماسك سجارة في ايدك او مصمم على شرب الشيشة سادت ودنك ورافت تسمع كلام العلم والطب بس احنا مش هنستسلم وحنفضل وراك لحد ما تقتنع ان اللي بتعمله ده غلط وتبدأ تعيشها صح فقرتنا خلصت بس حلقتنا مستمرة حنشوفكو بعد الفاصل